ناد سعودي يجهز عرضا مغريا للتعاقد مع يوسف النصيري في الماركاتو الشتوي بلال الندير يتلقى الإشادة من مدرب مارسيليا الفرنسي جينا روغاتوزو دخل الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم دائرة اهتمام أندية دوري روشن السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالة الشتوية الحالية وقطع الطريقة على بعض الأندية التي تسعى للاستفادة من خدماته وعلمت القناة من مصدر مطلع أن أحد أندية دوري روشن السعودي جهز عرضا مغريا لوضعه على طاولة الفريق الأندلسي طلبا لود مهاجم أسود الأطلس في الماركاتو الشتوي أي مباشرة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الوطني في النسخة الحالية من نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكود ديفور وأوضح المصدر نفسه أن إدارة إشبيلية ستبرس العرض عند التوصل به قبل مناقشته مع وكيل أعمال النصير في الأيام القليلة الماضية في وقت لم يبدل لاعب أي رغبة حتى الآن في خوض تجربة جديدة بالملاعب العربية هذا الموسم غير أن القيمة المالية للعرض قد تدفعه للتفكير في ذلك ويتواجد النصير صاحب الستة وعشرون عاما مع المنتخب الوطني بكود ديفور استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للمرة الرابعة في مشواره الكروي الحافل مع الأسود علما أنه شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 وقطر 2022 يشار إلى أن العقد الذي يجمع النصير بالفريق الأندلسي يمتد إلى غاية صيف سنة 2025 ويحظى اللاعب باهتمام إنجليزي وإيطالي منذ الصيف الماضي بلال الندير يتلقى الإشادة من مدرب مارسيليا الفرنسي جينا روغاتوزو أشاد الإيطالي جينا روغاتوزو مدرب فريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم باللاعب المغربي بلال نديرو بعد تألقه في مباراة تيونفيل ضمن منافسات الكأس وأوضح ربان ممثل الجنوب الفرنسي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية بلال قدم مردودا جيدا بشكل عام هناك الكثير من المشاعر اتجاهه لأنها المرة الأولى التي يلعب فيها رسميا بلال لديه الموهبة ليصبح لاعبا مهما لقد أظهر أشياء جيدة وبإمكانه تقديم أداء أفضل بكثير وواصل غاتوزو أن سعيد جدا به ومن أجله لقد استحق هذا المنصب لقد تطور بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية وكان أولمبيك مارسيليا قد تأهل إلى دور الاثنان وثلاثون من مسابقة كأس فرنسا عقب فوزه على مضيفه تيونفيل بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم الغابوني أوباميانج عند الدقيقة ثلاثة وستون تجدر الإشارة إلى أن إدارة فريق أولمبيك مارسيليا ترغب في تمديد عقد الدولي المغربي بلال ندير لمدة خمس سنوات وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن نادي مارسيليا يجهز عرضا لتمديد عقد ندير مدته خمس سنوات